النهاردة النائب محمد السويدي رئيس اتلاف دعم مصر أصدر بيان أكد فيه أنه مش هيترشح مرة تانية لرئاسة الاقتلاف وده وفقا لمنهج الاقتلاف الخاص أنه يخلق كوادر جديدة وتجديد دماء الاقتلاف النائب محمد السويدي قال كمان في البيان أنه هيظل متواجد داخل الاقتلاف في المكتب السياسي وده طبقا للليحة كرئيس سابق للاقتلاف علشان دعم القيادات الجديدة وكمان المضي فيه المشروعات والمبادرات اللي بيتم الشغل عليها لاستكمال مسير التنمية وبناء الوطن دعا كمان السويدي في البيان ده لانعقاد الجمعية العمومية يوم الاتنين اللي جاي ان شاء الله واللي بيوافق يوم 17 سبتمبر اللي جاي علشان اختيار رئيس الاقتلاف الجديد